موسيقى نحية من جديد لمشاهدين الكرام وعمل كبير خاصة عندما يرتبط بعمل الخير لكل الناس وعند هؤلاء الأطفال الصغار دلال على أنه زرع مثل هذه القيم تكويم مجتمع معافى بإذن الله تعالى المدخل ده يقودنا لعمل كبير اللي هو حنتحدث عنه صباحا من خلال صباحات طيبة مع ضيفي الأستاذ طلال حسين أحمد ناشط اجتماعي وسكرتير مركز شباب جبل أولياء مرحبا بك يا أستاذ طلال وصباح الخير صباح النور عليكم صباح النور على كل مشاهدي ومتابعي أنا الطيبة الطيبة إن شاء الله قدم خيرك لغيرك العمل الطوعي عمومون والإنسان كائن اجتماعي حتى الدين الإسلامي حظى على التعاون كثير جدا من الآيات والأحاديث النبوية الكثيرة يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الإنسان يعيش في جماعات ويتفقد الآخرين عندنا مفردات كثيرة جدا في العمل الطوعي النفير وغير من المسميات الأخرى خلينا خش بداية لمفهوم العمل الطوعي عموما يعني بطبيعة بفطرة الإنسان إنه بيحب يعيش في جماعات صحيح والجماعات بينات في عمل مشترك والعمل مشترك ده بيطلب إنه يكون في تكاتف وتساعد في ما بينهم عشان ينجز العمل ده فمن هنا جاءت الفكرة بتاعت إنه الناس بيساعد بعض عشان تنجز أعمال كان هذه الأعمال أين كان نوعها هي بتحتاج جماعات لتحقيق الأهداف فمن الفكرة دي جاءت الناس ممكن مع بعض تقدم الحاجة وتنجزها في وقت موجز جماعات وعمل طوعي اللي هو بدون مقابل يعني عمل كده طوعي أو تطوعي فائض بتاع زمنك ممكن تخش في منظمة أو في لجنة أو في مركز بعدها بتقدموا خدمة للآخرين في مفهوم المنظمات إنه في نوعين من الناس العاملين في المنظمات في موظفين وديل بياخد مقابل الخدمة اللي هم بيقدمها وفي متطوعين المتطوعين ديل بيقدم عمل في أوقات فراقهم بدون مقابل فمن هنا المتطوع عنده مكان خاص في المنظمة والزولة اللي بياخد مقابل اللي بيحتبر موظف فبتقسموا داخل العمل في العمل اللي تطوعي على الإنساني وفي المنظمات الإنسانية للنوعين ديلي نعم يعني إذا تقاضم مرتب شهري ممكن نطلق عليه عمل طوعي معني مثلا حتى ولو كان يدول على مثلا فائلة غير بالمفهوم بتاع تكسيم المنظمات إنت بتحتبر موظف في منظمة طوعية لكن المتطوع هو اللي بيقدم عمل بدون مقابل ده المتطوع حتى لو كان الأجر زهيد يعني والله طالما أنت رتقدر أنك تاخد مغابل معنا أنت شغال بمغابل يعني ما يدخل في مجالات العمل الطوعي لا يدخل في مجالات العمل الطوعي لكن ما بيحتبر متطوع يعني هو يحتبر موظف في منظمات أو في أي كان منظمة يحتبر موظف في المنظمات يعني يحتبر منتسب للعمل الطوعي لكن ما بيعتبر متطوع فصفة متطوع على شخص بيقدم خدمة بدون بدون مقابل يعني لقضاء حوجة شخص آخر نعم يثاب على ذلك طبعاً للمولى عز وجل فعلاً هو هو الهدف الأساسي هو الهدف الأساسي منه هو دائر السواب عشان كده بيجي بقدم بالطوع لقدم خدمة لآخرين طيب نشوف مجالات العمل الطوعي يعني فيه عدد من المجالات ممكن نتحدث عنه العمل الطوعي مقسم وعلى فكرة يعني يتقسم الزاتة تخصصيات المنظمات في عمل طوعي في مجال مثلاً التعليم في مجال العمل المجتمع بما فيه التعليم في منظمات يتخصصها في الثقافة أيضاً في منظمات يتخصص يعني في مجالات مختلفة يتخصص فيها المنظمات ودي مجالة العمل الطوعي اللي بتقدم للإنسان يعني ما تختضيه الضروح حسب حوجة المجتمع يعني إذا كان فيه إشكالية في التعليم من نوعين يعني فيه الجانب يعني مثلاً بناء المدارس مثلاً أو الجانب الآخر اللي هو مثلاً التدريس في معلم تلقاه يدرس متطوع يعني اهتمام بالمبنى والمعنى الاهتمام بالمبنى ذا بيتقسم في العمل الاجتماعي أما التدريس ممكن في الجانب التعليمي في المنظمات المنظمات اللي بتعمل في العمل الاجتماعي هي بتهتم بالمبنى في التعليم وبتهتم بدعم الطالب في مجال التعليم لكن الجانب بتاع التدريس أو التعليم الناس أو التزغيف هذا يعتبر جانب تعليم في المنظمات لو تقبل ذكرت أنه واحدة من المجالات ذكرت نموذج كده التعليم وانا خلينا نركز في المحواردة لأنه قبل وقت قريب أكان ما يعرف بمحوى الأمية الناس الطلاب الجامعين كانوا في الأحياء في الفرقان كانوا بيجمعوا الناس بعلموهم أساسيات أو أبجيديات اللغة أو حتى الطلاب اللي بيكونوا ممتحنين شهادة سودانية في أوكات الإمتحانات بعدك بيعملوهم حاجة كده مجانية تتعلق بجانب التعليم الحاجة دي لسه موجودة مثلا في مجالات العمل والله موجودة ومتطورة يعني يعني وبتزايد فيها ذاته لتدافع الناس المقدمين للخدمة التعليم يعني في كل قبل أي امتحان امتحان الشهادة سودانية أو الأساس بتلقى فيما مجموعات في الأحياء إذا هي بتدرس بنفسها أو المجموعات البحث الشوابية أو بتجيب معلمين بمقابل يقدموا الخدمة دي فهم بقدموا خدمة التعليم بنفسهم أو بقدموها عن طريق دعمهم عن طريق الحي أو تجمع طبارات من الحي أو غيره وغيره وبيجيبوا معلمين بمقابل أو معلمين لهم كفاءة بمقابل أنهم يقدموا أو يدرسوا الطلاب فهي بتقدم في الأحياء يعني بالطريق تندل هناك ناس بيدرس بأنفسهم شباب جامعين وفي الشباب غير جامعين أو جامعين مع بعض بيجيبوا معلمين لديهم كفاءة عشان يدرسوا الطلاب عشان يكون في نتيجة طيبة يعني حاجة موجودة وفي الفرقاء ممكن في المحوالمية بتختلف فينا الطلاب أو الناس المقدمة للخدمة بيقدموا بينفسهم أنا طبعا مع بعضين حاجة أتحدث عن المجالات اللي قمت بيها والأشياء اللي قمت بيها في مركز الشباب بتاع جبل أوليا لكن خلينا لسا عشان نعمم المسألة يعني ذكرت مجال واحد اللي هو مجال التعليم هناك مجالات أخرى يعني كانت صحة أو غيره من يعني خاصة أنه نحن في فصل خريف بتلقى عدد من الشباب في فتح المصارف في فصل الخريف وأعمال جليلة كثيرة جدا يعني في مجالات إصحاح البيئة وغيره من المجال خاصة زي ما ذكرنا في فصل الخريف فصل الخريف يعني فيه فيه تقديم حاجة بقدمها الشباب يعني من الجيدة في من 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 زمن يعني في السودان حتى ردم البحر بعض الشيط وقصص كثيرة موجودة وجدنا يعني متوارسة إنه إنه الناس في حالة الآن فيضان هذا الكوارس عموما أيوة بيكون في مساعد ويكون في يعني تدافع للخدمة والآن بيقى في في الاحياء يعني الخدمة الأمطار ذات عندها بتجيب كوارس كثيرة يعني غير إنه في مياه بتقوم محبوسة وغيره كثيرة بتجيب كوارس صحية فالعمل بيمتد إنه يا أخي نفتح المصارف وبعد شوية في حيجي لجانب صحي نردم البرك وبعد شوية حيجي لجانب صحي تاني اللي هو الحاجات اللي بتترتب على البرك أو على التوارض البعوض الأمراض يعني عندنا نحن الخريف في السودان بالتحديد مآلاته بالطول يعني يعني كأنك تقصد إنه العمل في حالات الكوارس عموما بتلقي الناس كل متحدين يعني أيوه العمل الطوعي بتناسب أو بتحول حسب الحوجة البيئة له يعني المجتمع في حالات السلم بيحتاج لعاكزة في حالات الحرب بيحتاج لعاكزة في حالات الكوارس الخريف بيحتاج لعاكزة في حالة البناء بيحتاج إلى أكذا يعني العمل الطوعي حسب حوجة المجتمع لأنه هو أصلا قضاء حوجة فبيشوف حوجة المجتمع وين وبتشكل حسب حالة المجتمع في حالات كده بالنسبة للعمل الطوعي خاصة بأفراد معينين إذا كان عندهم مثلا حالة بيعانوا الآن تطورت المسألة يعني العمل الطوعي يقع يعمم عليك كل المجتمع في وسائل يعني زمان مثلا المفرد السوداني الواحدة في العمل الطوعي يقول لك يا بمروة إغاثة الملهوف الآن بيقول قروبات بتاعة واتصاب الناس في قروبات خاصة الناس الخارج السودان بيعملوا قروب بيكون في حالة مثلا إشكالية في الحي إشكالية لعدد من الأفراد بيكون بين الزلال في القروب من غير علم الشخص ويتم معالجته مباشرة دي برضو يعني استخدام الوسائل الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لتطوير العمل الطوعي ومعالجة القضايا في الآوينة الآخرة يعني العمل الطوعي ممارسته كجلب دعم بيقى يعني تزعين في المئة منه داخل وسائل التواصل الاجتماعي يعني الواتساب أو الفيس يعني ممكن تحل مشكلة في دقيقتين لشخص محتاج لها دي سهلت على الناس أنهم يحلوا مشاكل الناس ويكونوا قريبين ويحكسوا المناشطة بيقدموها للمصداقية يعني والحاجة دي نحن عندنا تجربة يعني موجودة في كثير من القربات وأنا قلت فيها أنه قاعدت حال مشاكل يعني في الزمن وجيزة ممكن تكون المشكلة بها خمسين مليون ستين مليون بسيطوري القديم بتتحلى بتتحلى في دقائق في يوم يعني الحاجة دي سهلت كثير جدا أنه الناس تقدم الخدمة للمجتمع والحوجة ذاتها الوسائل سهلت أنه نزول وصل حوجته أو شخص وصل حوجة شخص ما للناس بسرعة يعني هي سهلت بنجان بيني يعني توصلها للحوجة وتحلها وصالت تاصل مهمة شديدة يعني نقول ديد تدخل في تطوير العمل الطبيعي ما لم يمكن نعمل مقارنة ما بين الماضي والحاضر الآن يعني أجدادنا بيحكوا لنا زمان بأنه الزول العايز يتزوج النازل كلها ناس الحي أو ناس المنطقة كلهم بيبنوا له البيت وهو بيكون يعني ما عنده أي عمل حتى اللي عنده الزراعة يعني اللي لم يشين لزراعة فلان بالنسبة لنظافة الحشايش وكده يعني لو ربطنا عملنا كده مقارنة في تدخل في تطوير العمل الطوعي النفير في حتى الآن موجود يعني حتى الآن موجود إذا في وسط العاصمة في ضعف لكن في الأطراف العاصمة أو في الولايات موجود لكن قلة موجود حتى الآن يعني إنت عندك عرس بتلقى الشباب الحي بيجي بساعدوك وهو حتى المساعدة المالية في موضوع العير ذاته بتحصل عن طريق يعني تعاون بين الشباب الكشف أو النساء الحي أو الكشف كشف بتعلم أيوة أول الحاجات ذاتها الممكن تعمل بين نفسك الممكن تأجير لها ناس تدق الصوان تعمل ذا كلها الناس وتحتبر يعني 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 عمل طوعي لأنه أشخاص بيحاولوا يساعدوا فيك بيدهم مغادل فالحاجة دي موجودة الحمد لله إلى حد الآن وفيها تطور يعني يعني أسأل أن في مجموعة من الشباب عندهم يعني مجموعات تجد تزوج ما بتشيرهم لأنه يكون عارف أنه الأشخاص ذلك هيقفهم معاك وهم مرتبين حاليا على أسأل أنهم حيقدموا نأخذ مشكلة كده 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 فإن تبدأ كثير من الحاجات اتحلت عن طريق التعاون يعني مع الشباب ولو جينا غارلنا العمل الطوعي يعني في الماضي بنجد أنه يعني محصور عليه على ناس الحلة يعني زي ما ذكرنا التغيير بتاع وصير الطواصل الآن تطور يعني أيوة التغيير بتاع وصير الطواصل غيرت في العمل الطوعي وخلته ممكن أن الزلال بعيد يشارك معه لكن زمان كان ممكن يعني لو في حاجة في الحلة بتقدم الناس الموجودين في الحلة حتى لو بيقدرين يردموا حاجة يعملوا حاجة الآن ممكن الزلال بعيد يساعدك عن طريق المال يساعدك عن طريق المشورة عن طريق التخطيل عن طريق الحاجات الكثيرة بفضل طواصل حتى الناس الما مرتبطين بيك الما بيعرفوك الما عندهم بيك احتكاك مجرد ما عرضت الحوجة لشيء ما في المنطقة المعينة زي ما حصل القريب ده كان في الخلفات في كسر وكده بتلقى الناس كلها تدافعت صحيح إنها يعني جات تساعد فوصل الطواصل الاجتماعي خلت الحاجة المشاركة فيها أوسع إنها شاركة فيها ناس الحي أو الجيران أو كذا هي المسائل دي أوساز طلال موجودة في المجتمع المجتمع جوبل دائما على فعل الخير وعلى يعني حسي مثلا بتلقى واحد حتى في المواصلات قد يكون تعرفتوا كده في المواصلات بدون ما تشعر كيب يقوم يقول لك فلان دفع عليك وتغلتوا وتلقى في المواصلات يعني أنا أقول إنه مجتمعنا السوداني الحمد رب العالمين يعني فيه ترابط كبير جدا لكن مسألة العمل الطوعي أو ما يعرف بالنفير الآن عمله تقنين تطوير في منظمات رغم يعني فيه كثير جدا من الناس قد يكون يعني عندهم انتقاد أو عندهم حديث كبير جدا في هذه المنظمات يعني تقنين العمل الطوعي في هذا المجتمع السوداني التقنين العمل الطوعي في المجتمع هو مختصاص يعني الدولة والعمل الطوعي الآن فيه خدمات يستقدم لكن من غير تناسق يعني يعني خدمات فيه موجودة أي منظمة تشتغل في حاجة ممكن تشتغل في نفس الحقيقة جاءت فيه واشتغلت في المنظمة القولي يعني ما فيه تنسيق بين المنظمات ما فيه ترتيب ما فيه تحديد لها أولويات ما فيه تحديد رقع جغرافية للمنظمة تشتغل فيها ما فيه حتى التخصصية يعني بقت قليلة يعني حتى تخصص المنظمة بقت قليلة فالحاجة دي خلت أنه يا أخي المنظمات العمل بتاعها ما ملموذ بصورة كبيرة ليه لأنه لأنه ممكن تردع كم منظمة شغلت في نفس الحاجة في نفس المنطقة في نفس الحاجة بدون تنسيق بدون أولويات أيوة بدون أولويات بدون تنسيق لكن الدولة هي مسؤولية إنها ترتب المنظمات دي وتحدد لها الأولويات الممكن تقدمها وتحدد لها التخصصيات والرقع الجغرافية يعني لو فيه منظمة شغالة منطقة معينة عمل في التعليم ما تجي منظمة تانية تستغل عمل في التعليم في نفس هنا وفي منطقة تانية عندها حوجها يعني فالحطة دي يعني هي الآن عاملة يعني مشتتة الشغل بتاع المنظمات وما ظاهر يعني ما ظاهر بصورة كبيرة بل الآن القروبات الما منظمة الما مسجلة كمنظمات وهو هي عندها عمل تفقد من الزاقيتها يعني كانك تشير لأنه تفقد من الزاقيتها عند الناس أيوة فعلا العمل بعدكم فيه منظمات يسم يعني ولا تخرطون فيها ثلاث ألف وحاجة كده منظمة يعني إذا فيه عدد منظمات وعملها ملموس والناس يهربوا منا بأنهم يعملوا قروبات في الواتساب يقدموا الخدمة عن طريق القروبات من غير ختم من غير أوراق من غير إجازة ميزانية وفيه عمل ملموس ده بدلوا لأن الناس حتى المانحيين المبارحين فقدوا المصداقية في المنظمات ديها وبصورة يعني جزئية نقدر طبعا نعمل طبعا كل المنظمات لكن هل زول هل أي شخص يصح للعمل الطوعي يعني يكون قدام يعني فيه فيه أقاويل كثيرة جدا لازم يزول يتمتع بصفات معينة يعني خاصة الناس المقدمة في العمل الطوعي الست قوة الأمانة هم أكبر يعني يعني أنت و يتحمل يكون نقوة التحمل أيوة والتحمل وتكون مقدمة خدمة دي الواجه صحيح أنت ما راجي منها مقابل ولا ولا رياة منك دار تذكر للناس أنك أنا قاعد أقدم أو قاعد أعمل أو كذا فالحاجة دي إذا توفرت في الشخص وما في زول ما لاقي مقابل وموجود في العمل العام بيكون ما فيه الصفة دي لأنه طالما هو تحمل في العمل العام والعمل الطبيعي وبعد بدون ما يجد مقابل هتسمع معنا مشكلة هتسمع من الناس أيوة أكيد طبعا هتسمع كلام كتير وانتغادات واتهامات وإذا تحملتها وإنت ما لاقي مقابل فعلا أنت صادق يعني ما فيها كلام تلقى فيها دائما الأجر والثواب طالما أنه هو عمل طوعي لوجه الله تعالى ندخل للعمل الطوعي في مركز شباب جبل أولياء دينا فكرة عنه ودبتين وشكله شنو مجالات وشنو الحياة اللي عملتوا مركز شباب جبل أولياء هو يعني يدبع لوزارة شباب الرياضة هو وجهة حكومية تدبع لوزارة شباب الرياضة لكن مركز شباب جبل أولياء مختلف يعني كإدارة الإدارة الموجودة فيه اللي بتديره هو مبنى طبعا لكن كإدارة الآن موجودة فيه هو إدارة متطوعة مع موظفين أو كده مختلاف المراكز الموجودة في الأتخلط ومن أخرى يعني نحن ركزنا على الجانب التدريبي رصورة كبيرة والجانب الاجتماعي بأننا عملنا حملة بتاعة التبرب الدم لناس الكلا في المركز واشتغلنا شغل التدريب في مجالات كثيرة يعني في المجالات المهنية وخرجنا ناس ببعض الدورات بالتعاون مع ديوان الزكاة دربوا ناس كان في مجال صناعة الجبلود مجموعة من الشباب والشابات وأيضاً الدورات التدريبية على مستوى إدارة المشاريع الصغيرة وكان من خلالها الناس مش هتتقدم المشاريع وبدأ بتين دينا فكرة عن المركز يعني الكوادر الموجودة فيه العمل يعني أول مشروع نفستوه لأنه شايفك ركزت لي على جوانب تدريب يعني أكتر شيء المركز مركز شبابي شامل يعني مركز فيه شعب مختلفة يعني شعب تدريب دي من دمنا في شعب بتاعت إعلام في موسيقى في دراما كافة الأنشطة الثقافية كافة الأنشطة الشبابية مدعلقة بالشباب وقضايا وهموم الشباب أيو أيو ألعان أصلاً نادي مخصص للشباب يعني فكل ما يخص الشباب موجود داخل حتى الأنشطة الرياضية يعني الصغيرة زي الطاولة التينيس والتفاصيل زي دي اللي ممكن تقضي فيها موجودة في المركز وهي من الحاجات اللي بيتهمها الشباب اللي بيقضوا فيها وكات فراغهم والجانب التدريبه ونحن بنشوفه أنه هو المهم في المرحلة نعم نحن طبعا ركزنا على أنه في المحوارضة على منطقة جبل أولي لخصوصية هذه المنطقة كثافة سكانية الموجودة فيها التواصل الاجتماعي في هذه المنطقة وطموحات وآمال الشباب وزات المنطقة الجغرافية المهمة جداً ما بين النيل الأزرق والخزان وكذا لأنه في مجالات تانية كان مجالات الزراعة وغيرها من المجالات الأخرى فكلمنا عن خصوصية هذه المنطقة والنسبة حتى بعدها من الخرطوم يعني والله يعني جبل أولياء منطقة جميلة كل تفاصيلها شكلها ناسا كل الألوان الجمال موجودة في جبل أولياء ولا يضيرون أننا بعيدين من الإنسان والبركان والإنسان في جبل أولياء متفرد يعني يعني أنت ممكن في أي ولاية من ولاية السودان لو قلت أنا من جبل أولي يعرفوا لقم إنها هي منطقة يعني ما بالمساحة ديك الكبيرة وكذا لكن لخصوصية المنطقة أو لعراقتها أو لتميزها ممكن تتعرف أنت في أي مكان لو قلت أنا من الجبل تتعرف الشخص يعرف أنه جبل دي ويه وشنوه يعني ممكن في مناطق أكبر منها ممكن بعض الأخصة ما يعرفوها يعني لكن جبل أولياء الخزان الخزان جبل أولياء السمك جبل أولياء العراقة جبل أولياء الإنسان الموهوب طرابط الاجتماعي قبل أي شيء طرابط الاجتماعي بين الناس حتى يعني أنا ما بقول أنه الجبل فيها قبيلة معي أنا وقبلتين الجبل دي يعني يعني عبارة عن صدام صغار لكن ارتباط الناس ببعضهم الناس اللي ساكنين فيها من بدري يعني بعد ذاك يساكن فيها ارتباط الناس ببعضهم يعني كسر حاجزينه موضوع الشخص ده من ويهين أو قبيلتوش بيقول الناس بيد عاملوا على أنه ما أساس قبيلة جبل أولي يعني باختلاف القبائل وما هم منها لكن الحاجة دي ما موجودة في الجبل ما في تكسيم بتحسوا أن الجبل دي ساكنينها قبيلة معينة لكن بتجد أنه هم عراق تغزلك في إنسان جبل أولياء قبل الطبيعة كأنه فيه وشارة لنجاح العمل الطبيعي بالنسبة ليكم أرجع تاني للدورات الأقيمت بها أنا سايف في محور مهم جدا في المجال الآن يعني موجود في المجتمع حكاية التبرع بالدم لحاجة معينة لكل مسكدة ايبا فكلمنا عن الحقيقة تحديدا يعني المبادر ياتمي من النصر المبادرة يعني دائما زي ما ذكرنا في بداية الحلقة المياخي التطوع بيجي من الحوجة أو تقديم الخدمة بيجي من الحوجة فانحنا جالسين في مستجفى جبل أولياء مع الدكتورة ناحد فبتحكي لنا كان عن مشكلة في الدم لأن النزولة بغير دم بيحتاج البغير بنظفة الكرة بتحتاج النزولة غيره لدم أو بيحتاج لدم طوال باستمرار والناس بغيره بنظف الكرة باستمرار نظفة الكرة باستمرار طيب من الحتة دي جاءت الحوجة وما الاختراع يعني الناس طوالي فكرت أنه تعمل يوم لو بتبرع بالدم والحاجة دي ما مسبوك يوم محدد كده والله حسب الحوجة بالنسبة له لأن احنا حددنا يوم أولا يعني كان في تخوف من المبادرة باحتبار أنه المبادرة دي أول حاجة لأول مرة يعني تتعامل في جبل أولي بصورة نحن دايرنا عمل يعني يعني رتبطت بمركز ثقافي أو شغل حيكون بالليل فبعد هنا خطواتنا رغم التخوف ده رتبنا مع ناس مع مالستاد نساس أنه حيرت بوجوههم بالعربية طبعا هم حشلوا الدم وقدوا بعد ذاك رجعوا لي المستشفى بطريقتهم الأرجوات التينية فمن أحياها فكاننا محي الناس جميعا عدد من المشروعات ذكرتها لكن إن شاء الله نتمنى يعني إن شاء الله نلاقيك في محطة قادمة نتعرف على عديد من المشروعات الأخرى يقدمتوها في مركز الشبابية والأولية التي هي تدخل في باب العمل الطبيعي أو ما يعرف بالنفير وعدد من الدورات التدريبية قمت بها يعني قمتوها في هذا المركز يعني نأمل إن شاء الله نلاقيك في في مساحات قادمة لأنه الزمن ينتهي من المزبل شكرا لك ورد خليكم شكرا لك شكرا لك